ملايين محركات الديزل تلاعبت بها فولكسفاجن في ألمانيا وحدها سيارات أكثر تلويثاً مما قيل ومما هو مسموح به فضيحة هزت قطاع السيارات بأكمله في زيارة إلى أكبر نادل للسيارات في ألمانيا بتسعة عشر مليون عضو وبتكلف أيضاً من شركات السيارات يجري الفاحصون هنا اختبارات على الأنواع الجديدة لم يكتشفوا القيم التي تلعبت بها فولكسفاجن يجري الفحص في المختبر وليس في الشارع السبب هو عدم وجود جهاز متحرك في مركز الفحص ولكن تم طلبه للأسف يصعب اكتشاف هذا النوع من البرامج في مرافق الفحص يمكن للمرء التكهن بوجودها لكن حتى في الولايات المتحدة حيث يكون صناع السيارات مجبرين على الكشف عن محتويات برامج أنظمة التحكم إلا أنه يبقى من الصعب العثور على مؤشر يدل على برنامج خفي يتعرف على دخول السيارة في حالة الاختبار في دراسة أجراء أدياسي فحص خلالها 32 سيارة ديزل بطريقة ستصبح سارية في الاتحاد الأوروبي ابتداء من عام 2017 22 منها لم تشتز الاختبار أما في الاختبار المعتمد حاليا فإنها نجحت جميعها الاختبار الأوروبي متساهل إلى حد ما ولا يسمح بالخروج بأفضل النتائج عن استهلاك السيارة للوقود لذا يجب على المستهلك أن يعرف أن هذه القيمة لا تدل على الاستهلاك الفعلي ولا يمكن أن تخدمه إلا في إجراء مقارنة بين النماذج المختلفة عندما يقرر أن يشتري سيارة جديدة مثلا أكبر مشاكل الديزل التي تم التغلب عليها هي جزئيات السخام الضارة وفي الوقت الحاضر تعاني مدن ألمانية كبرلين من نسب عالية للجسيمات الضقيقة في هوائها والناتجة عن انبعاثات أكاسيد نيتروجين من محركات الديزل فهل يبقى الديزل النظيف محضى خيال؟ بالتأكيد كما يقول الخبير البيئي أكسل فريدريش وقد تتسبب انبعاثات الديزل الزائدة في سرطان الرئة كما أن هذا الخبير على يقين بأن كثيرين كانوا على علم بالتلاعب تجاهل المعنيون هذا الأمر فهناك ارتباط متين بين صناعة السيارات والسياسة فالمسؤولون ينتقلون بين الجهتين وهنا يطرح السؤال نفسه حول الشخص المؤثر في عمليات التصدير إنها أمور تلعب دورا مهما كما أن انبعاثات العدم لا تمثل أهمية للبعض مؤسسة ICCT التي كشفت فضيحة فولكسفاقين يتم تمويلها من جمعيات خيرية أمريكية وقد ساهم في تأسيسها أكسل فريدريش الذي يعتقد أن الوقت قد حان لمراقبة الدولة من الجيد أن النقاش قد بدأ حول مراقبة الدولة ولم يعود الأمر يتعلق بشخص أو مؤسسة فالمشكلات لا تقع على عاتق فينتر كورن أو فولكسفاقين بل سيارات الديزل وغياب رقابة الدولة هم الفضيحة الموضوع لا يتوقف على غش المنتجين فهذا أتوقعه دوما في ألمانيا تقوم الدولة بالمراقبة ولكن من خلال اختبارات بعيدة عن الواقع وحتى أكسل كنوفل يطالب الآن بتحسين الاختبارات حتى لا تسير اللعبة سهلة لشركات السيارات أعتقد أن صناعة سيارات الديزل تضررت كثيرا من الفضيحة وأتمنى أن لا تستمر عمليات التلاعب بنسب العادم مع استخدام تقنية تنظيف العادم وإلا ستختفي صناعة الديزل موديل الديزل الجديد من جاكور سيختبره وبعده فورد سيقول أكسل كنوفل إن السيارتين اجتازتا لاختبارات ولكن النتائج لن تكون واقعية وهو أمر يعلمه